ترجمة نانسي قنقر ليس بصورة خاصة لأشخاص لكن بصورة عامة للبلد لمدة ثلاث سنين وهي 11-12-13-2011-2012-2013 وهذه النفذة هي وقت إعداد في العروس خاص وهذا اللي كان حاصل فعلا ويكمل في 2013 هو وقت إعداد وقت سكيب وقت الكنيسة بتستيقظ وقت مش وقت شفق على النفس مش وقت انحصارات أو حياة مسيحية عادية لكن وقت نوبة صحيحان لأزمنة مختلفة الوقت فيها بيعد في العروس رب يهتم بها العروس جدا يعني بتترفع من تحت لفوق جدا وبالتالي لو أنت اتربت لأنه أماناتك الأرضية ما بقيتش موجودة ده في المشيئة لأنه القصة في النهاية أنه أمانك عنيك تركيزك قلبك كنزك موجودة في حتة وحدة ومن خلال عينيك وتركيزك وقلبك المرفوع للحتة الوحدة أنت بتبارك بتنتصر بتحفظ وبتحمى عكس الطبيعي لما بتهتم بأمورك حسب قوتك بتهتم بأمورك لكن لما بترفع عينك وبتنشغل بأمور السماء السماء كلها بتهتم بأمورك واللي كان بيحصل وما زال بيحصل في هذه الأزمنة هو الفوكس التركيز العينين الكيان القلب المشاعر المحبة الأفكار كلها بتتأشر من عليها كل أمانات أرضية أو صور بتشغل عينينا في الأرض عشان يبقى صورة واحدة يبقى في مركز واحد يبقى اتجاه واحد لمشاعري لقلبي لأفكاري لكياني اتجاه سماوي اتجاه للعرش وبسبب ده أمور كتيرة بتحصل يعني الأمور اللي بتحصل بتؤدي إلى ده والرب بفتح نفذة يعني في نفذة مفتوعة فيه زمن كده زمن خاص بي و 2013 جزء من هذا الزمن عشان كده السنة الجاية دي مهمة هوا وهو أبقى الخمر الجيدة إلى آخر بمعنى أنه أنه توقع زي ما أنا متوقع لي وليك وليك ولينا والبلدنا كنيسة في بلدنا سكيف فعلا خاص لكل حد عشان فوق الجبل لكل حد مشتاء لي لي اختبارات مختلفة مميزة من الجب مش معتمدة على تاريخك ممكن يكون عمرك مع الرب قصير أو عمرك مع الرب ضعيف لكن الموضوع مش معتمد على كده الحاجة الوحيدة المفتاح الوحيد اللي بيخليك تتنقل هو العطش هو عطشك هو إدراكك أنه عايز هو عايز مش فارق عنده ليس فارق عند الرب أن يخلص بالكثير أو بالقليل بالضعيف أو بالقوي لكن رب عايز عايز ومحتاج أنك تتحول ذهنك أنه لأنه عايز وعايز معاك وعايز معاك يعني عايز يسكب وعايز يشتغل وعايز يمجد معاك مش حواليك معاك ومش عن استحقاق بس هو عايز والمفتاح الوحيد أني عطشان أني بفتح إنائي وأقوله أدلق وهو قريب لك ده وعندنا نافذة لي لأن على ما تقوليش يعني الفين واربعتاشر نافذة تقفل مش بالكلام على كده بتكلم أنه الفين وطلاتاشر واللي حيحصل فيها في حياتك من عرش النعمة من إعداد ومن سكيب بيفرق في شكل المستقبل بعد كده في أربعتاشر وخمستاشر فإحنا فعلا في سنة محورية فعلا في سنة فيها نافذة فعلا في سنة محورية جدا ومش بتكلم على على أفراد بس بتكلم على الكنيسة بتكلم على الكنيسة في البلد نفسنا محورية جدا اللي فيها حننتهز الفرصة ونغير شكل سين اللي جاية ولا حنعيش عهدي ونكمل بشكل تاني وزي ما يكون بقلي فترة أو بلمح في القصة دي لفترات زي ما كل اختيار اختيارنا تحبوا يحصل إيه تحبوا يحصل إيه لأنه لأنه الرابع بيطلق على الكنيسة وبحسب عطاشها نعمة وهو عايز يسكبها وما بيصدق يسكبها وأول ما الكنيسة تقوم فتح روحها للي هو عايزه شكل الكنيسة وشكل المستقبل بتاع الكنيسة بتغير خالص تسنيه تلاتين دي أول نقطة في بوابة مفتوحة دي دي أول نقطة زي ما كنا في الاجتماع الأولاني قلنا نقاط نقاط والنقاط أقل وحنصلي دي أول نقطة في بوابة مفتوحة تقولي أعملي أقولك طول الوقت تذكر أنه في بوابة مفتوحة فأنت في الشارع وانت في الأوتوبيس وانت في العربية وانت في البيت وانت في اللي تعمله افتح إناءك واستقبل من البوابة المفتوحة لأن في نافذة في فرصة في طاقة لا أريد أن أقول أنها تفل لكن لها زمن كنت أتحك لما قلت زمان افتقادكم لكن هذا اللي حصل يسوع قال هو اللي قال هذا التعبير يبقى في أزمنة افتقاد في مواسم حصاد في مواسم أمطار وعايز أقول لكم ما زلنا ككنيسة في موسم أمطار الرب وكل ما بتحوش أمطار الرب في أبارك الأبار بتتملي من مية المطر بالمناسبة كل ما بتحوش أمطار الرب في أبارك اللي هو حياتك العميقة حياتك الشخصية حياتك اليومية الداخلية فلما بتأتي أزمنة تانية بتجد مية وبتجد واحة مش بس أنت بتشرب وشجرك بيطلع لكن آخرين بيأتوا على الواحة لأن أبارك مليانة مية أنت لا تفقد أنت لا تعوز يعني ما يحصلش عوزة في حياتك لأن أبارك مليانة بل بالعكس أنت تفيد لأنه الآخر جاي من سحرة محتاج يبارك مش مش قادر أشرح أكتر من كده أنت خلي روح ربنا يكلمك لكن ببساطة في حاجة بتحصل في هذا الزمن ما زالت الكنيسة في بلدنا في موسم أمطار ده مش موسم قحت على الكنيسة الفين واثناشر كان موسم أمطار من الراب أرجو نكون مطارت عليك وفي الفين وثلاتاشر أكتر أمطار من الراب أكتر أمطار من الراب بس يعني أقف تحت المطار كتير لأن كل ما بتمطر عليك الأبار بتاعتك بتتملي ميا وأبارك اللي بتتملي ميا هي مفتاح الواحة اللي بتحصل على حياتك وحواليك اللي فيها ببركة اللي فيها احتياجاتك اللي فيها أشجارك اللي فيها شبع بيخلي الآخر يأتي ويستظل بظل البركة اللي أنت حوشتها من أزمنة أمطار وبالتالي ضع ده في قلبك خلال هذه السنة أنا فيه بوابة 2013 بوابة بوابة ما زال في نافذة مفتوحة من أجل أمطار الرب للكنيسة أنها تشرب وتتملي وتحوش وأبارها تفيد ميا تثنية 30 عدد خمس عارة آيات طبعاً دي لغة العهد الأديم يأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها أبائك فتمتلكها ويحسن إليك ويكثرك أكثر من أبائك يأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها أبائك تمتلكها ويحسن إليك يكثرك أكثر من أبائك يختن ربي إلهك قلبك وقلب نسلك لو أنت أبا وأم تاخد آية زي كده وتصلي أنا أنا شخصيا بقرأ آية كده أم فكر طوالي في بنتي طوالي يعني تستخدم آيات زي كده لأنه آه دي لغة عهد قديم لكنها تحمل وعود كان بالحري في العهد الجديد يختن ربي إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب ربي إلهك من كل قلبك من كل نفسك لتحيا يجعل ربي إلهك اللعنات على أعدائك وعلى مبغضيك لسينا تردوك أما أنت فتعود تسمع لصوت الرب زي ما شاركت في الاجتماع الأولاني هناك نقلة لأن السماء ريبة هناك نقلة في القيادة أو في سماع الصوت توقعها صدقها إنموا فيها حتى تزداد على حياتك مفاجآت أن الرب بالروح القدس كشخص يعيش معاك كل لحظة ستزداد في حياة كل واحد وحدة فينا مفاجآت أنك ممكن تحكي معاه بصورة يومية لصيقة بصداقة وبقيادة وبمحبة مستمرة وأن لا يوجد لحظة حضرتك متسابة لواحدك تقدر تحكي مع الرب بالروح القدس الذي سيحكي في المقابل وسيرد ويتجاوب ويقوم بمحادثة مع كل واحد وحدة فينا بدل ما أطي وقتك على محادثات عن نت أطي وقتك في محادثات مع السماء الجملة للبعض هنا بالمناسبة كانش في زيني خالص لأن البعض يملى وقته لأنه عنده وقت فاضي يخطن الرب إله قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا يجعل الرب إلهك اللعنات على أعدائك وعلى مبغديك الذين تردوك هذا شيء يعني وانت ماشي مع الرب هو يعمل كذا يحول لك اللعنة إلى بركة واللعنة المبعوثة لك تتحول لأعدائك هذا نتيجة طبعية في التبعية فتجد صراعاتك أو ضغط الحروب الروحية يقل على حياتك ليس يزداد يقل على حياتك لأنك تعيش في بناخ مختلف من إدراك العرش وإدراك الملكوت كما نحكي كمان شوية كمان وبالتالي النتيجة بتحصل فضغطات الحروب لها بيقل ليس يزداد لأنه وانت ماشي مع الرب يحول اللعنة المبعوثة لك إلى بركة ويأخذ اللعنة المبعوثة لك ويبعثها على أرواح الشر وعلى مبغديك الذين تردوك أما أنت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وسائل فيزيدك رب إلهك خيراً في كل عمل يدك أحد يحب الآية دي فيزيدك رب إلهك خيراً في كل عمل يدك خدمتك في ثمرة بطنك في ثمرة بهائمك وثمرة أرضك لأن الرب يرجع ليفرح لك بالخير فاكرين صورة يسوع اللي بتحك نحطها أنا أنا مزح تقصتكم البعض مش عجبها السورة أنا عجبيني خليها شوية أحاسس بتأثيرها برغم أنني لم ترى أهم اللي ترى هناك في ناس كثيرة مصدقوا في يسوع ده متقيل يسوع المكشر أو يسوع اللي في فيلم يسوع الناصري اللي هو شعره كده متهندم سينمائي خالص أنا بحب يسوع ده اللي هو تلقائي فرحان من قلبه ومفيش حاجة في يسوع غير فرح عشان كده من يرى يفرح محتاج تغير الجينات بتاعتك والجسد بتاعك والصوت بتاعك العمل يقول ربنا بيعمل إيه دلواتي يهو بيعمل إيهو دلواتي يهو يهو بيعمل إيهو هو الكتاب مؤدس هو اللي بيقول أنه هو بيعمل كده فأنا لم يجدعه السكن في سوقات بيضحك الأهية بتقول إيه اسمعها قبل ما نشير الصورة خلي الصورة شوية الرب يرجع ليفرح لك بالخير تعرفين أن هذه ليش ألة وحيدة تعرفين اللهوت اللي يدرسوا لهوت وليك لازم يكون فيه شاهدين أو فيه أيتين عشان تطلع تعليم بيقولوا كده ربنا نجعل كلامنا خفيف عليهم ثم بيقولوا كده وكلامهم كويس حلو فيه أيتين بيقولوا كده فيه آية بتقول لك لما تبقى أنت في الخير هو بيقى فرحان فيه آية تانية يقول لك رب مسرور بسلامة عبده إذن فيه أيتين فيه شاهدين ونعرف نطلع تعليم إيه التعليم بيقول إيه لما أنت بتبقى في أمان في خير في بركة في مسحة في نار في حب قدام الرب قلبك مشتعل بالنار وتحب الرب هو بيحب أنك تكون في الخير هو بيحب كده هو بيصر يرجع الرب ليفرح لك بالخير كده مسرور بسلامة عبده ممكن نرجع الآيات عدد تسعة فيزيدك الرب إله خيرا يزيدك الرب إله خيرا في كل عمل يديك في سمر بطنكس بهائمك أرضك لأن رب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لأباءك عدد 11 هذه الوصيلة أسيك بها اليوم ليست عثرة عليك ولا بعيدة منك ليست هي في السماء حتى تقول من يسعد لأجلنا إلى السماء مين يجب لنا الوعود دي ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها وليه في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها بل الكلمة ده الوعد ده يسوع قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها يعني كل وعود الأرناحة دي مش بعيدة بالعكس هي 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 الكلمة اللي في قلبك هي سوع اللي ساكن فيك لو نطقته لو أطلقته لو صدقته هو جاهز هو رسول نفس الآي الرسول بولس استخدمها في رمية عشرة نفس الآيات استخدمها عشان يقول الكلمة قريبة جدا من فمك كلمة الإيمان فهو أضاف بولس أضاف على هذا الشاهد كلمة اسمها الإيمان إنه ما تقولش إنها بعيدة اللعودي ليس بعيدة اللعودي موجودة جواك لكن لو صدقت تنطق أنت الكلمة دي عشان كده قال الآيال وراها قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير الموت والشر لا يدي محتاجة تأخذ بعد جديد جواك قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير الموت والشر أوصيتك أن تحب الرب إلهك تسلك في طرقه تحفظ وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها عدد 19 أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك استحب الرب إلهك تسمع له صوت وتلتصق به لأنه هو حياتك ترى التعبيد الجيح لما نرجع له كمان دقائق والذي يطيل أيامك وفي الأصل لكي يطيل أيامك في أرض البركة لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب إلهك بسهو معنى بسيط هذه النقطة الأولانية تسنية 30 شريحها في نفذة والنفذة دي مليانة بركة مليانة قال له كده أبركك خير يختن الرب قلبك أأتي بك إلى الأرض لعناته على أعدائك أن تعود تسمع يزيدك الرب خير ويفرح لك بالخير في نفذة الدنيا يتمطر فيها على حياتك لكي يملأ أبارك لكن هذه النفذة تحتاج ردين فعل وأنا ليس مشغول أنني أوعظ ممكن أوعظ لك أنا مشغول بالعمل النفذة تحتاج ردين فعل نمرة واحد أنك تقف تحت المطر نمرة اثنين أنك تعرف أنك أنت اللي تختار اللي سيحصل في الزمن اللي جاي جعلت أمامك قال كده إيه جعلت أمامك الحياة والخير الموت والشر جعلت أمامك الحياة والخير والموت والشر الاختيار معتمد أني مصدق أن الكلمة قريبة جدا مني ليس لا يحتاج أدور عليها هي كلمة الإيمان التي تخرج من فمي تخرج من إيماني تخرج في وقفتي قدام الرب تخرج ما يخرج مني شفقة ومسكنة ومسكنة يخرج مني هذا يخرج مني أبويا السماوي ببطل حديث عني وبدأ يتحدث عنه أن الخارج مني معتمد على أنا شايف إيه إزاي هو مالي هو مالي كل حتة في نقل في العبادة التي هي يعني ما هي عبادة لا أحضر ترانيم كلكم يعرفون هذا كلام ولكن أذكر الكيان التي تجمع في بقرة اسمها يسوع والبقرة قدامي فالكيان كله متحرك للبقرة هذه محتاج ترى أنا يمكن كارتوني أو أفكر بطريقة كارتونية هناك بقرة قدامك هذه يسوع وكل كيانك يتحرك تجاه هذه البقرة فالبقرة ليس أنا البقرة ليس البقرة هو هذا الذي يسأله أحياء لا أنا وكيانك يتحرك تجاه هذه البقرة لأنه منه وبه وله كل الأشياء لما كيانك تحرك في هذا الاتجاه بإدراك أن هذا رب ليك وعبتك وكيانك يتحرك تجاه ه فكل صوتك كل مشاعرك كل أفكار كل حواسك كل إدراك متحرك تجاه الرب البقرة المركز اللي قدامك فكل خلية فيك كلنا نشفق على نفسنا لو حد قال أنا ما أشفق على نفسي يبقى مش طبيعي لكن لما باخد شفقت على نفسي وبأطلقها تجاه البقرة دي لما باخد خوفي بأطلق تجاه البقرة بأخد كياني بأخد أفكار بأخد كل حاجة بأخد 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 الحياة أنا بأخد أن أعبد بأخد أن أعظم بأخد أن أطلق بأخد أن كل كيان يتحرك تجاه وإن يحدث كذا ليس فقط بركة القصة ليس بركة القصة طعم الحياة اليوم القصة ستعيش أو ستعيش سيحدث فينا أو لا سيحدث فينا القصة نوع حياتك ليس أعيشين لا نوع حياتك هل نوع حياتك ماشي شبعان أن السماء ريبة في كل لحظة أي شيء يحدث في الشارع أو ماشي منطرب لأن الشارع بيقول وإنت بتقول والإيمان بيقول وأنا بحاول أصدق وبحاول أرفع إيماني نوعية الحياة هل هو وكل حضور الإلهي كلمة مجدي يعني حضور بيطل الجود وسلطان والنعم ورقفة حضور ربنا على حياتك شابع كل لحظة لأنك مدرك أن فينا فزة أنه يمطر 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 ويرجع يصر بالخير لك فأنت واقف في المكان ده كيانا كله لي وهو بالكامل لك عايز أي تاني الآية المشهورة كان الرب معنا فمن علينا لو كيانا كله متحرك تجاه البقرة والبقرة سكبة كل حاجة من عرش النعمة على حياتك أنت عايز أي تاني جاء الوقت لا أعلم أنا لا أتكلمكم لماذا أتكلم من الناس الثانية التي تسمع لي أنتم جاء الوقت أنك تبطل فلان جرحتني وفلان جرح وحصل موقف لم يتعرف ما جاء الوقت أن العروس منقولة من الحتة ده ليش شكل عروس ليش أتكلم أنتم ده ليش شكل عروس جيل عروس الذي جيل يسوع ليش محصورة في جرحها محصورة في حبيبها ولأنها محصورة في حبيبها كل كيانها متحرك تجاه البقرة تحب هذا المركز الذي يسمي يسوع ضعفها كل شيء محطوطة في الحتة فلغتها مشاعرها عنيها الكلام اللي خارج منها كله يتحرك تجاه هذه البقرة فتتختبر اختبارات مختلفة أنا كل للرب رب يقول و أنا كل ليك و أنا كل ليك فينا فزة معروضة لنا في هذه السنة على أساسها بنحدد شكل 2014 2013 سنة أمطار روحية على شعب الرب يتملي ورب يقول لك اختار ده اختار نكتوقف تحت المطر واختار أنك تصدق كلمة الإيمان اللي في قلبك تقولش مين يجيبها لي اختار نكتصدق لأن رب حيطلق حتة مختلفة خالصة